في الوقت ده مصر كانت مصرح كبير لأهم الأحداث اللي حصلت سنة 48 واللي أثرت على الجيش وهو رايح حرب فلسطين لأنه كان رايح وهو شايل هم البلد كلها على كتفه ومش هم بلده بس ده هم الأمة العربية كلها السنة دي اتقتل فيها وكيل محكمة الاستئناف أحمد الخزندار وكمان تم اغتيال النقراشي باشا وكانت لسه محاكمة قتلت أمين عثمان مستمرة وكانت مصر كلها مجغولة بالاغتيالات السياسية وكأن الناس قسمت حياتها عين على الجبهة الداخلية وعين على خط النار المهم خلونا نروح لحسن عبدين اللي لأسف ما خادش حقه خالص كفنان وكبطل قصة حسن عبدين الحقيقة مع حرب فلسطين أنا رأيي أن كانت تستحق كتب وكانت تستحق أن هو نفسه يكتب مذكراته ويكتب يعني مذكراته بس في حرب فلسطين باعتباره شاب صغير شارك في الحرب باعتباره بعد كده فنان يعني عظيم وكان ممكن يبقى يعني مذكراته شيء عظيم لو اتقرق لحرب فلسطين من خلال فنان كبير وفي نفس الوقت كان شاب صغير جدا في التويض ده المهم ابن خالد كان بيحكي في الحوار اللي اتكلم فيه عن بطولة والده في حرب فلسطين مع الكاتبة الصحفية زينب عبد الله وقال لها أن الفنان حسن عبدين سافر لفلسطين من غير مقاهله يعرفه وكان سنه في الوقت ده 17 سنة طب انت دلوقتي لو خرجت من البيت لو ابن خرج من البيت وعنده 17 سنة دي مسألة صعبة جدا مسألة مفيش حد يتحملها أن يخرج يروح يحارف فلسطين طب هو قال له مرايح فيه يعني أنا هروح لوالده يقول له نرايح فيه عشان يقدر يخرج من بيت كذا يوم على الأقل في الأول لحد بقى ما يبعد جوابه يقول له نرايح فلسطين قال له من رايح اسماعالية وفعلا رايح هناك عشان يقابل مجموعة من الفدائيين طبعا هو ما قالش لو قصرته نرايح بالفلين ولا حاجة وقال رايح اسماعالية عادي يعني يتفسح يجوز يحصل ينفع 17 سنة ويسافر اسماعالية مسافة وريبة من القاهرة وممكن يسافر لكن اللي مش ممكن أبدا أن يقول لهم رايح اسماعالية قابل الفدائيين واللي مش ممكن خالص أن يقولوا رايح فلسطين المهم قال لهم أنه رايح اسماعالية وراح اسماعالية وقابل مجموعة من الفدائيين اللي يعني قاعدوا يدربوه على استخدام السلاح وقاعد يعني يتدرب بشكل قوي جدا عشان يشارك في الحرب بعدها حسن عبدين راح فلسطين فعلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة